السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد معكم من قناة منوعات تقنية ورجعنا لكم فيديو جديد واليوم سوف نسترد لكم لابتوب وهذا اللابتوب يعتبر أصغر لابتوب في العالم لابتوب ممكن تضعه في جيبتك طبعا هذا اللابتوب وصلني بشركة اسمها بيكا جو فخلينا نبدأ طبعا المهتمين بشراء لوحي أو لابتوب من هذا النوع اللابتوب هذا غير متوفر حاليا للبيع لكن رح ينزل قريبا جدا في حال توفر معي الروابط رح أضحها في صندوق الوصف بالنسبة لهذا اللابتوب بيجي من فئتين فئة الواي فاي بشتغل فقط على الواي فاي بـ 299 دولار وفئة أخرى تدعم الـ 4G LTE ورح تكون بـ 399 طبعا هذا هو اللابتوب اللابتوب رح يحكي لنا بعض أهم المزايا الموجودة في هذا اللوحي أهم المزايا طبعا الشاشة رح تكون IPS 7 إنش ويمكنك أنك تطويها 368 درجة وتضعها على اليوغا مود أيضا بعثولي مع كابلات حتى تشبكوا على شاشة أكبر وبالإضافة لذلك بعثولي حقيبة جميلة جدا حتى تحفظ فيها اللابتوب نفسه أما الآن ننتقل نعمل فتح سريع للصندوق ونفرجيكم محتويات الصندوق بعدين نتكلم أكثر عن هذا اللابتوب فخلينا نفتح الصندوق موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اخدركوا في القناة افهمدا اشتركوا في القناة ويمكن مع الوقت تكون العملية أسهل ويكون عندك من الشمال واليمين كبسات لماوس أو بإمكانك تستخدم التتش ويمكن يكون أسهل لك بالتعامل بما أن هذه الشاشة تدعم النمس زي ما أنتم شايفين والآن دعونا نسترد لكم المواصفات بالنسبة لهذا اللابتوب نبدأ في الشاشة IPS Full High Definition Resolution 1920 على 1200 طبعاً Resolution ممتاز جداً على شاشة فقط حجمها 7 إنش بصراحة كانت النتيجة مرضية جداً ساوية الرؤية ممتازة الألوان وأيضاً السطوع كان ممتاز جداً في هذه الشاشة يمكن هي من أفضل الأشياء اللي أنا عجبتني في هذا اللابتوب شاشة هذا اللابتوب زي ما أنتم شايفين حتى ساوية الرؤية من أي جهة ما عندك أي مشاكل واللمس أيضاً ممتاز جداً أما بالنسبة للذاكرة الداخلية في هذا اللابتوب سيأتي 128 جيجا بايت هل تعتقد أنه هذا سيكون كافي أو لا؟ أنا برأيي الشخصي ليس كثير كافي بالنسبة لللابتوب يكون 128 جيجا بايت بس على أي حال بإمكانك تضيف ذاكرة خارجية من خلال مدخل SD Card وتزيدها كمان لغاية 128 جيجا بايت يعني بعتمد حسب استخدامك لهذا اللابتوب أما بالنسبة للذاكرة العشوائية سيأتي 8 جيجا بايت DDR3 وهاي برأيي الشخصي منتازة جداً وما عندك أي مشاكل أما بالنسبة للبطارية رح تأتي 4500 بتدعم الشحن السريع برأيي الشخصي كانت منتازة جداً حسب ما بتحكي شركة PicaGo إنها بتخدم معك من 4 إلى 5 ساعات ونستخدمت تقريباً من ساعتين إلى 3 ساعات وكان أداة ممتاز أما بالنسبة الأهم شيء في أي لابتوب أو أي كمبيوتر اللي هو المعالج عندنا المعالج Intel Atom 1.4 بالنسبة لي حتى بما استخدمت أنا هذا اللابتوب ما كان الأداة ممتاز في هذا اللابتوب للأسف الشديد هذا برتجع لإستخدامهم معالج قديم عمره سنتين أيضاً من أحد الأشياء اللي كمان أنا ما عجبتني أنهم لا يستخدموا A-C Wi-Fi يعني ما في عندنا تردد 5G بالنسبة للWi-Fi وهذا أعطاني أداة سلبي جداً خصوصاً بتصفح الإنترنت على هذا اللابتوب طبعاً هذا اللابتوب سيأتي فيه Bluetooth Virgin 4 بشكل عام أنا عجبني البناء لهذا اللابتوب الكيبورد، الضغط عليه، الشكل، الدزاين كان ممتاز جداً بس عشان أكون أنا منصف طبعاً هلا رح نعملكوا بعض الاختبارات والآن رح نعمل اختبار اللي هو تصفح الإنترنت زي ما حكيت هذا اللابتوب ما بيجي معه 5G تردد 5G بالنسبة للWi-Fi يعني رح نتوقع الإنترنت ما رح يكون عليه أصلاً سريع على أي حال خلينا نبدأ ونتصفح على الإنترنت وأول ويبسايت رح ندخل عليه فون أرينا ونشوف كم وقت رح يأخذ حتى يتصفح هذا الموقع وزي ما أنتم شايفين أنا ضغطت على الموقع طبعاً الانترنت اللي عندي هو سريع جداً جداً ما عمري يعانيت من أي مشاكل بتصفح زي ما أنتم شايفين أخذ وقت كبير جداً وذنتوا لاحظين أصلاً ما زال الويبسايت بحمل الانترنت هذا مش فقط لأنه ما فيه AC وWi-Fi هذا كمان لإستخدامهم معالج Atom اللي هو معالج يعتبار بطيء نسبياً وبيقلل من سرعة أداء اللابتوب بشكل عام زي ما أنتم شايفين ما زال التحميل جاري ففي عنا مشكلة هون في الانترنت الآن في السرعة أخرى لدينا أيضاً لدينا ميزل والميزل 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 لنبدأ بالميزل والميزل والميزل لنبدأ موسيقى و زي ما شفتو كان الصوت اللي جاي من الجوال أفضل بكثير من الصوت اللي جاي في اللابتوب بصراحة انا شيكت كلا السماعتين في اللاب توب بصراحة في بيجي منهم صوت لكنهم يستخدمون مونو سبيكرز لا يستخدمون ستيريو سبيكر لكي يكون الصوت ضعيف جدا طبعا حاولت اختبر هذه الشاشة اشغل فيديو هات بي دقة عالية حطينا 1080 بصراحة كان تقطيع كبير جدا طريت اني انزل في الدقة ل 720 اشتغل بشكل احسن لكن للأسف الشديد اشتغل في بعض التقطيعات في الشاشة بالأسف الشديد هذا كمان برجع للمعالج السيئ لهذه الشركة استخدمته في هذا اللاب توب على اي حال هذه كانت فقط مراجعة بشكل عام ونظرة اولى على هذا اللاب توب الصغير اللي هو يعتبر اصدر لاب توب في العالم برأيه الشخصي هذا اللاب توب مش لكل الناس ممكن لفئة محددة بدها تكون بأعمال معينة وما بدها اللاب توب بيوخذ منها حجم كبير جدا كان معكم احمد من قناة منوعات تقنية ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم لا تنسوا الاعجاب واشتراك في القناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة